اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ان حزب الله اخطأ خطأا كبيرا بربط نفسه بغزة وقال انه يعيش حالة من الفوضى والارباك اضاف نتنياهو ان الحاق ضرر كبير بحزب الله سيساعد اسرائيل جنوبا مؤكدا ان تسعين بالمئة من سكان الجنوب قد عادوا الى ديارهم اما عن المحتجزين في غزة فقد قال نتنياهو ان هناك مئة ومختطفا لدى حماس نصفهم على قيد الحياة في الايام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها اذا لم يفهم حزب الله الرسالة فاعيدكم انه سيفهمها عازمون على اعادة سكاننا في الشمال الى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة ان تتسامح مع اطلاق النار على سكانها او على مدنها ونحن لن نتسامح مع ذلك ايضا سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الام